وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي من انطلاقات الاثارة من انطلاقات هذا المهرجان في هذه الامسية التراثية الجميلة وانطلاقة شوطنا هنا ايضا السادس عشر الذي تم انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا السادس عشر الخاص هنا بالقعدان ايضا وهناك سيارة للفائز بالمركز الاول وجوائز نقدية قيم لبقية الفائزين المشير على الصدارة وعلى المركز الاول لسعيد بن عامر بن دعفوس المنصور من يأتي على الصدارة وعلى المركز الاول بينما المركز ثاني مياس مبارك بن راشد بن مبارك بن جافلة الحميري وهنا يتواجد على المركز الثالث يأتينا مشرف مبخوط بن محمد بن لوتية العامري وهناك ايضا نقل على المركز الرابع المنطلق هملول سعيد بن رغج بن طبازة ابن الدودة العامري من يأتينا على المركز الرابع وفي المركز الخامس المنطلق هنا رحال حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري والوصول هنا أيضا من نهاب دحام بن مسلم بن عبدالله المزروعي ويأتينا على المركز السابع هنا رزين أم سلم بن سالم بن ذعلوب الدرعي والوصول كذلك من الشبابي رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير ليقتبئ المنطلق هنا بهذا التحدي والإثارة مشاهدين ومتابعين الكروم بينما المركز التاسع المركز التاسع والانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدين ومتابعين الكروم بهذا الأداء الجميل يأتينا هنا شهيد عبدالله بن سلطان بن سعيد الدرعي وعلى المركز العاشر المركز العاشر والوصول هنا من شهيد محمد بن سالم بن نايع بن سالم اللي أغفلي وبعود إلى صدارة بعود إلى بن ذعلوب مع رزين رزين من انطلق على صدارة انطلق على المقدمة على المركز الأول مسلم بالثالم بالثعلوب الدرعي من انطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول المشير في المركز الثاني سعيد بن عامر بن حمور بن عفوس المنصوري وعلى المركز الثالث أضاعا هنا المحميد بن نخيرة بن مسلم لينيبي هو الوصول من الشبابي الرشيد بن غدير بن سعيد بن غدير لقتبي من ينطلق بهذا التحدي هو الإثارة وهنا مياز أمبارك بن راشد بالجافلة الحميري من يأتي بهذا التحدي الوصولي كذلك هنا من قبل نهاب الدحام بن مسلم بن عبد الله المزروعي على المركز السادس وفي المركز السابع المركز السابع المنطلق هنا المختبر أحمد بن محمد بن علي الدرعي وهناك أيضا يأتينا من الجانب الآخر والتحديات والإثارة هنا أيضا وينطلق انطلاق جديد مدهش مايد بن محمد بن مطر المنصور من ينطلق هنا بهذا الأداة الجميل الجميل والمركز العاشر وصل بن عليضان في هذا الانطلاق بحمد وصل بحمد هنا بهذا الانطلاق الجميل هو التحدي والإثارة مع مخلص حمد بن محمد بن سهل بن عليضان العامر من أتى بهذا الانطلاق ها هي مشاهدين الكرام الانطلاق هو التحدي ها هو مشاهدين الكرام ها هو مخلص على الصدارة مخلص على المقدمة على المركز الأول حمد بن محمد بن سهل بن عليضان العامر من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مدهش في المركز الثاني مايد بن حمد بن مطر المنصوري من يأتينا هنا بهذا الانطلاق وركز سعيد بن حليس على هذا التحدي والإثارة الوصول من المختبر أحمد بن محمد بن علي الدرعي وهنا يا سلام يا سلام بالقدوم شاهين الرامس بن محمد بن ضبيب العامري والقادم أحلى هنا يأتينا السعدي السعدي مايد بن محمد بن صالح بن زايد الفلاحي بهذا الانطلاق يا سلام يا سلام ولكن مخلص مخلص على الصدارة مخلص على المقدمة على المركز الأول يسيطر مخلص لحمد بن محمد بن سهيل بن عوضان العامري ولكن القدوم القدوم والقدوم من شاهين 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 سالم بالعبد بن ذياب لوهيبي بن انطلق على الصدارة على المقدمة عنينة والنموس على هذا الأداة لسالم بالعبد بن ذياب لوهيبي المركز الثاني وصل هناك من الجانب الآخر في هذا الانطلاق لمبارك بالراشد بن محمد بن ملينة الشامسي ومخلص الحمد بن محمد بن سعيد بن عميظان العامر من اتنا على المركز في هذه اللحظات الثالث بينما المركز الرابع هناك مشاهدين الكرام لأيضا في هذا الانطلاق لحمد بن سعيد بن لوطي الكريبي المحرمي من وصل بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والمركز العاشر كان مع لوهيبي والتوقيت الزمني التوقيت الزمني هنا بهذا الانطلاق التوقيت الزمني 6 دقائق 3 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية تهانينا لسالم بن عبد بن ذياب لوهيبي على فوز شهيم بالمركز الأول تهانينا والسلام لحالي الدري السلام على هذا الأداء الجميل والتحدي بينما المركز الثاني كان من نصيب غازي المبارك بالراجل بن محمد بن منينة الشامس بن أتانا على المركز الثاني قاطع المسافة في شد دقائق أربع ثواني قزة واحد من الثانية تهانينا ونموس على هذا الأداء الجميل بينما المركز الثاني كان من نصيب مخلص حمد بن محمد بن السهيل بن عوضان العامري قاطع المسافة في شد دقائق أربع ثواني قزة واحد من الثانية تهانينا ونموس تهانينا لجميع الفائزين